اليوم شفنا مع بعديتنا عدة وصفات ولكن بغيت نديلكم واحد العصارة ديال اهم الوصفات فاقنا نذكر بالوصفة ديال توحيد لون البشرة دي اعطات واحد صيد كبير وعطات واحد فائدة كبيرة وبشاهداتكم انتوما وبشاهدات جميع الاخوات اللي استعملوها فالوصفة ديالنا قدي نستعملو فيها مع القاس غيره دي الخرقون بلدي مطحون تلاته ديال مع القاس غيره ديال زيت اللوز الحلو كنخلطو هذه المكونات كاملين كندهنو مع البشرة ديالنا والرقابة كنخليهوها نصف ساعة ومبعد كنغسلوها جوج المرات في الأسبوع مدة ديال ثلاثة أشهر وفي الشهر لوول كيتوحد لنا اللون ديال البشرة ديالنا وكيبقي بان الفرق الوصفة الاخرية غنقصرح لكم وصفة لتساقط الشار لترميم الشار ولترميم فروة الرأس فغدين ناخدو فيها معلقة كبيرة ديال العرعار مطحون ديالنا ناخدو فيها معلقة صغيرة ديال الزيتر وغناخدو نصف قصغير ديال زيت الزيتون اللي كنحطوه فوق العافية تكتلع الغلية الليولانية وكنخليوه ليلة كنصفوه هذا الخالط هذا كندهنو بيه جلدة شعرنا وشعرنا كنخليوه الساعة وكنغسلوه العملية غديرو جوج المرات في الأسبوع دومو عليها مدة ديال ثلاثة أشهر المدة اللي الشعر ديالنا كيوصل فيها النج ديالو وصفة أخرى سنتقسموها مع بعدياتنا اللي هي وصفة مضادة للتجاعد ووصفة اللي كتردلين الشبابية ديال البشرة ديالنا نصف ديال البطاطا اللي كتكون بالقشور ديال اللي كنغسلوها مزيان كنحيدو مننا التراب وكنحكوها كنزيدو عليها معلقة كبيرة ديال دقيقة طورة وكنزيدو عليها ست ديال معلقة كبار ديال الحليب سخون خلطوا هذه المكونات كنوضعوهم كماسك على البشرة والرقابة ديالنا كنخليوا مدة ديال ترود ساعة كنغسلوه هذا الخليط هذا ومن بعد كنستعملوه جوج المرات في الأسبوع كنستعملوه دائما حتى كترجع لنا البشرة ديالنا الحيوية ديالها والشبابية ديالها وهكا البشرة ديالنا كتبقى دائما عندها النظارة